ياريت اللي سني في حضراتكم واللي شيعي في حضراتكم كفايانة الفرقة والقرف اللي أنا بشوفها في التعليقات أبقى بتكلم عن العدو وبتكلم على اللي بيحصل في فلسطين بغض نظر عن التعليقات اللي هي بقى فيها اتهامات لية وشتايم واتهامات بطلة سيبك من دي دي كده جيبها على جنب أنا مش بتكلم على كده يا سيدي محمد عاصم حيروح في سبتين دهية في يوم من الأيام ولا له أي لازمة أنا بتكلم على أمة يعني إيه إنك إنت العدو عمال بيضرب في فلسطين وإنت بتتخانق مع ده أصلا إنت تتهمه ده شيعي ومعرفش تقوله أنت وهابي والشيعي يقوله دوت أنت وهابي وده يقوله معرفش أنت إيه إيه اللي إنتو فيه ده ومش عايزين اللي بيحصل لنا ده يحصل طب هو طبيعي يحصل ويحصل أكتر من كده والناس اللي بتتكلم الأول سلام عليكم وأهلا وسهلا بكم معلش عشان أنا بصراحة عايز لأن ده هو أساس اللي إحنا فيه ده أساس اللي إحنا فيه يعني أنا هسأل حضراتك سؤال هل أنت متخيل أن الوضع الحالي زي أيام الوضع في سنة 1973 معلش الناس اللي عمالين بيتكلموا يقولوا الجيش المصري فين والجيش المصري أنا حوالي تقريبا من حوالي خمس ست سنين عملت فيديو عن مشاركة الدول العربية لما وقفت مع مصر في تسليح وفي الدعم مش الدعم بالجنود في الدعم بالمال وبالتسليح مع مصر وتكلمت ساعتها هل حضرتك متخيل أن الدول العربية موقفها في الخريطة وموقفها مع بعضها زي موقفها النهاردة أو هل تتخيل أن موقف الدول العربية مع القضية الفلسطينية زي موقف الدول العربية 73 أو حتى موقف زي موقف الدول العربية مع القضية الفلسطينية في سنة 2000 هو في دولة عربية بتساعد وبتساند القضية الفلسطينية زي مصر ومجموعة دول يتعدوا على الصوابع في وسط كل الدول العربية احنا اكتر ناس بنيتشتم واحنا اكتر دولة واقفة مع القضية الفلسطينية واكتر يا اخي شايفنا مش احنا خاونا وشايف ان انت مش عاجبك رئيسنا ومش عاجبك الدولة تاعتنا خلاص انت مش ليك دولة ما تخليهم يجهزوا السفن الحربية وتطلع وانت وتروح تحارب يعني انا مش فاهم بجد الموضوع بقى دم وتقيل وسخيف مش هتليك دولة وليك رئيس او ملك او امير ما تخليه جهز السفن الحربية طالما انت شايف ان العزر والحجة هي الحدود البرية لا خلي رئيس بلدك او الملك او الامير او السلطان او ايا كان لقب الحاكم بتاعك يجهز مجموعة سفن حربية ما تبصوا يا جماعة على موقف الدول النهار ده شوف كمية الشتايم والسباب اللي ما بين اخواتنا الجزائرين واخواتنا المغربة على الصفحات وعلى الله حد يقول لي لا مفيش الكلام ده وانت بتصيرش فتنة دخلوهم من بعد 73 الموضوع كان يعني باين شوية بس ولعوه من سنة 74 لازم نخلق ما بينهم الصحراء وقضية الصحراء النهار ده فين سوريا سوريا اللي كان فيها الجيش الاول وهنا في مصر الجيش التاني والتالت فين النهار ده سوريا وضعها النهار ده هل زي زمان هل العراق زي ايام صدام حسين الله يرحمه رغم اخطاءه هل العراق بنفس القوة فين السودان بتتناحر ما بينها وما بين بعضها فين ليبيا هيا ليبيا النهار ده زي ليبيا زي زمان يا جماعة لو سمحتوا ارجوكم كفاياكم عمى الناس عايشة تحت شعرات رنانة جهاد السوشيال ميديا ده لن يجدي بشيء عشان الناس اللي بتزايد على كلامي بتقول ان انت كلامك كله مساند للصهاينة وانت بتساند بص حضرتك اهو والله العظيم لسه النهار ده اه دي اهو الفيسبوك يعني خلاص فضل هسة وحيقفل لي الصفحة تماما العم على الفيسبوك قديني واخد انظراتهو بالهبل على الفيسبوك ودي اللي انا ممنوع منه اتمنعت بسبب ان انا اللي بقوله للقضايا الفلسطينية مش عجبهم انا ببس ببينلك قد ايه ان الرقابة محطوطة علينا محطوطة بشكل غير فوق ما تتخيل فلازم في كل كلمة ابقى بتكلم وانا واخد بالي كويس جدا يا فرحتي لما قناتي تتقفل مش زعلان من التعليقات اللي بتكتب عندي انا زعلان علينا انا حزين علينا حزين علي ان احنا كوطن عربي وكأم عربية وصلنا لمرحلة سيئة جدا جدا سواء من وحدة الفكرة او بنتكلم في تفرقى دينية ده سني وده شيعي وعلى فكرة انا كلامي ده برضو مش هينفع المتزمتين من السنة ولا هيعجب برضو المتزمتين من الشيعة لا ده هيعجبوا ولا ده هيعجبوا شانهم من مستعدهم من الدنيا تولع واقول لك حاجة كمان والله العظيم وبقسم بالله ان فينا ناس محسوبين علينا عرب وهم بيتمنوا ان اسرائيل تبيد تماما حماس لمجرد ان حماس مسنودة من ايران شفت الهبل يا راجل عربي ومسلم بيتمنى ان حماس دي تتباد تماما لمجرد ان فكره مديره الفكرة اصل حماس دي مدعومة من ايران يعني انت فضلت الاسرائيلي على اخوك المسلم لمجرد انك انت مختلف مع طائفيا اه يا جماعة فينا كده بص يا مام حضراتكم الصورة دي تظاهرات حاشدة امبارح في لندن تظاهرات غير عادية تظاهرات كبرى جدا جدا خلينا كده في الملف برضو المهم وهو ملف تبادل الرهائن ومن اخواتنا المسجونين في السجون الاسرائيلية زي ما حضراتكم عارفين ولا لما احتم بارح ان حماس اعلنت انها مستعدية لتبادل الرهائن او المحتجزين من الاسرائيليين مع الجانب الفلسطيني امام حماس بتطلب كل السجناء بتحق اللي موجودين وانا مبارح قلت يا جماعة الطلب ما بيبقاش كبير كده مرة واحدة لا اتقل علي انهزامي خلاص يا سيدي انا بكلمك بجد وانا لما كنت في البداية بتكلم وبقول لازم نسحب السفير بتاعهم ونسحب السفير بتاعنا طب لو ما كانش فيه النهاردة سفير لنا وفيه اتصالات دبلوماسية ما بيننا وما بين اسرائيل كانت هتم الامور دي ازاي ما هو لازم الامور دي يا جماعة تتحل احنا كل اللي احنا بنعمله ده ليه علشان يتم وقف النزيف للشعب الفلسطيني اللي بيحصل فالنهاردة عندك حماس بتمتلك مجموعة من الرهائن الاسرائيليين وفيه منهم اللي بيحملوا جنسيات مختلفة ومتنوعة الضغط على فكرة وبرضو امريكا شغالة على الاسرائيليين جامد برضو شغالين بيضغطوا عليهم علشان من ناحية تانية عايزة توسع وتدخل الاجتياح البري ده بشكل كبير بين كل الاتجاهات ولكن هم مش هيعرفوا وان شاء الله مش هيعرفوا والمقاومة الفلسطينية على فكرة حتكبدهم خزائر اكتر واكتر لذلك الامريكان وعيين للموضوع ده الامريكان ناصحوا الاسرائيليين وقالوا لهم لا اشتغلوا بنظام عمليات جراحية ان تدخلوا بفرق قوات خاصة تعملوا عملية نوعية وتخرجوا على طول النهاردة دلوقتي انا بكلمك فيه ضرب جامد على قوات الاسرائيلية في ناحية بيت لهيا في الشمال الغربي لبيت لهيا الكوات الاسرائيلية لما دخلت من ناحية الشمال حمس وسعت لهم خلتهم يدخلوا جوا ودلوقتي ومنمبرح بالليل شغلين عليهم ضرب بالقظائف الهون وبالتعامل المباشر الخطة بتاعت حمس حمس دلوقتي بيجرهم على ان هم يبقى التعامل من المدى الصفر عشان التغطية الجوية ما تشتغلش ما انت النهاردة عندك قوات الاسرائيلية في جنب ولو حمس في جنب تاني اليهود او الاسرائيليين حيخافوا ان هم يدخلوا فبيخلوا الطيران يضرب عليهم لكن النهاردة لما بيجذبوهم لجوة وهما بيبقوا محواطين عليهم فبالتالي الطيران حيضرب في الكل فمش حينفع فلعلمك ان المقاومة الفلسطينية شغالة بشكل فعال وقوي جدا وبين يمين نتنياهو كتب على نفسه الفشل الزريع بصوا هو في كل الاحوال خسر خسر واسرائيل خسرانة خسرانة في كل الاحوال اول حاجة هي في يوم 7 اكتوبر صورتها تهزت امام العالم تاني حاجة ان شاء الله اجتياح غزة ده مش حينفع ابدا ومش حينجح ابدا وان شاء الله المقاومة الفلسطينية هتقدر ان هي فعلا تكبدهم خسائر بدرجة ان امريكا نفسها بتقول اسرائيل مش محددة رؤيتها في الاجتياح البري ده هتعمل ايه يعني هما تحس يا جماعة ان هما ما عندهمش خطة هيدخلوا منين ولا يعملوا ايه اول حد دلوقتي ما عملوش الاجتياح الكبير النهاردة وانبارح هما دخلوا بالذات ليلة الجمعة عملوا ضرب مكسف بقنابل فراغية ضرب مكسف بشكل عادي وطلع افغاي يحط صورة مجموعة من الشهداء ويسميهم ارهابيين ارهابيين اسموهم ناس بتدافع عن وطنها تعرفوا يا جماعة شفتوا فيلم كيرة والجن احمد عبدالحي كيرة والجن سعيد الجن الاتنين الابطال دولت شفتوا احنا صورناهم في الفيلم ازاي على ان هما فعلا ابطالوا عملوا بيدفعوا عن الوطن تخيل لو لقدر الله لقدر الله كان الاحتلال الانجليزي ده فضل في مصر كانوا حيبقوا دايما بيسموا احمد عبدالحي كيرة والجن كانوا حيبقوا بيسموهم ارهابيين هو ده اللي حاصل يا جماعة النهاردة النهاردة هما دول بيعملوا ايه غير ان هما بيدفعوا عن وطنهم بيدفعوا عن الارض وبيدفعوا عن العرض وبيدفعوا عن الشرف الاكتر من خمس تلاف فلسطيني اللي جوه السجون الاسرائيلية اللي فيهم حريم وفيهم سيدات وفيهم اطفال تخيل لو واحد زوجته سجينة عند اليهود احساسك ايه من جوه يا جماعة لو سمحتوا انا بقولها لحضراتكم فعلا كفايانة بغضة وفرقة واي حد تشوفوه على تعليقات بيحاول انه يعمل بغضة وفرقة اعرفوا انه داخل يعمل فتنة ما بيننا كفايانة احنا وصلين لمرحلة لازم نتوحد لازم نكون كلمة وعيد كلمات وسياسة ولغة التخوين انت ما انتش حبك للقضية دي لأ اكتر مني ولا انا حبي اكتر منك كفايانة لغة التخوين جهاد السوشيال ميديا لن يغني ابدا لن يغني ولن يسمن ابدا عن اي شيء اللي بيحصل النهاردة للأسف ما حصلش لامتنا من عشرات السنين يمكن ما حصلش لامتنا منذ احتلال الامريكي لأرض العراق ودولة العراق الشقيق شكرا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو السلام عليكم اشتركوا في القناة